السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء طلاب الصف الثالث الثاني ورجعنا لكم تاني في فيديو جديد بنكمل فيه اسئلة الجزء التاني من كتاب مندليف المراجعة النائية العام 2021 النهاردة بنكمل اسئلة او اختبارات البابين الثالث والرابع في الجزء التاني صفحة 21 اول امتحان على البابين الثالث والرابع السؤال الاول بيقول تم تسخين خليط مكون من 4 مول من كل من غازين X2Y2 في دور حجمه 1 لتر طالما عند الحجم 1 لتر فاحنا نعتبر ان المولات هي التركيزات وديت معلومة ثابتة بالنسبة لك اذا كان الحجم الذي يجرى فيه التفاعل 1 لتر فان التركيزات يتم التعبير عنها بعدد المولات لان احنا عندنا التركيز بيساوي عدد مولات على حجم المحلول باللتر وطالما حجم المحلول باللتر هيساوي 1 اذا التركيز هيساوي عدد المولات بعد كده بيقول يسمح لهم بالتفاعل لتكوين XY ووصل التفاعل الى حالة اتزان طبقا للمعادلة دي وعند تتبع سري التفاعل مسل لنا التفاعل ووضع الاتزان بالرسم اللي امامي هتجد ان هو جايب X2 وجايب XY جايب متفاعل واحد بالرغم ان المعادلة فيها متفاعلين المتفاعل التاني فين؟ المتفاعل التاني موجود مع المتفاعل الاول في نفس الخط ليه؟ لانهما كانوا نفس عدد المولات والنسبة بين عدد المولات في المعادلة الموزونة واحد لواحد فاللي هنعبر عنه بX هنعبر عنه عن X2 هيبقى هو نفس Y2 طيب بيقول لي هنا ما قيمة ثابت للاتزان عاوزنا نحسب قيمة ثابت للاتزان الكيسي الكيسي طبقا لقانون فعل القتلة بيساوي تركيز نواتج على تركيز متفاعلات كل منها مرفوع لقص بيساوي عدد المولات يبقى النواتج بتاعتنا هنشوف تركيزاتها هي ونقسمها على تركيزات مين المتفاعلة يبقى المعادلة بتاعت الكيسي كالتالي عندي قدى الكيسي بيساوي تركيز النواتج بتاعتنا النواتج اللي هي XY مرفوعة لقص 2 مقسومة على X2 مضروبة في Y2 طيب أنا عندي هنا هنجيب التركيزات من اين؟ من الرسم تركيز بتاع X2 لحظة الاتزان كان بيساوي 6 على 1 6 اللي هو عدد المولات على 1 اللي هو مين؟ الحجم يبقى بيساوي 6 تربيع طيب والX2 لحظة الاتزان كان بيساوي 1 مول والY2 زيه يبقى 1 اللي هو X2 والY2 برضو كام 1 6 تربيع ب36 واحد في واحد بواحد يبقى عند كده الكيسي بيساوي كام 36 يبقى الاختيار بتاعنا هيكون 36 اللي هو دال سؤال رقم اتنين بيقول لي يوضح الجدول التالي عدد مولات المواد الداخلة في التفاعل المتزن عند درجة حرارة معينة وجاب لي عدد المولات بتاعتنا 2NOCL الناتج 2NOZCL2 بيقول لي انا عدد المولات عند الاتزان أعطي لنا عدد مولات فبقول لي فاذا كانت قيمة الكيسي للتفاعل عند نفس درجة الحرارة بتساوي 75 من مي فإن حجم الإناء طبعا احنا هنعمل معادلة الكيسي للتفاعل اللي قدامه الكيسي بيساوي حاصل ضرب تركيزات نواتج على حاصل ضرب تركيزات متفاعلات كلها منها مرفوع لو اس بيساوي عدد المولات فين النواتج بتاعتك الNO مرفوع لو اس 2 وCL2 مقسوم على الNO CL مرفوع لو اس كام 2 تمام اللي احنا قلنا ديت ايه تركيزات حضرتك هتشيل التركيز هذا الكيسي بيساوي بدل ما هو تركيز هيبقى عدد مولات على حجم بدل ما هو تركيز هيبقى عدد مولات على حجم احنا غلطنا هنا يا مستر احنا قلنا ايه هنا هيبقى هنا مفيش تربية لان عدد المولات بتاعنا بيساوي هنا كام واحد ايه وكا خلاص تمام نرجع بقى تاني عند الNO هيساوي عدد مولات عدد المولات بتاعته الNO مول على الحجم مرفوع لو اس كام 2 هنا بردوranع parag fikico عدد المولات مقسوم على v وتحت هيبقى عدد المولات مقسوم على v بدون كل ايه ان تربية تمام كده هناك فنشيل تبعا هبقى عندي عدد مولات الNO مقسوم على v تربية تربية اقسوم على v تربية ه Save V تربية فوق وهيتبقى عندي فوق عدد مولات CL2 مقسوم على V وتحت هيبقى عندي عدد مولات NO CL2 بس لان احنا طيرنا ال V اللي هو الحجم وكده نعوض في المسألة هيبقى عندي ال V مباشر طبعا دي طريقة صعبة شوية في طريقة اسهل منها والهلك دلوقتي نعيد يسمي اجتماع dickey الن هو عدد مولات ال 0 0 N O عدد مولات ال N O يساوي كم الجدولة الله growth وعدد مولات Lo ceπο sereb every gain وعدد مولات CL2 3 يبقى تلاتة تربيع هنعوض عن قيمة الكاسي بخمسة سبعين من مية بيساو واحد ونص تربيع في تلاتة مقسومة على في كل ده مقسومة على في اول تلاتة تربيع اهي يبقى كام بتسر اخبار سفق والتلاتة فيه هيتبقى عندي هنا نعرف نجيب له عندي واحد ونص تربيع هاتباح فيه حيث يبقى عندي هنا كده خمسة وسبعين من مياه لو املمنا دية طالقة الحاسبة هتبقى ثنين وخمسة وعشرين من مية على الثلاثة. المفروض على V تنزل تحت. تبقى هنا كده. لو خلصنا دولا على الآلة الحزبة. هيطلع معي خمسة وسبعين من مية. يبقى انا عندي خمسة وسبعين من مية. اتروح معك خمسة وسبعين من مية. هيتبقى عندنا واحد. على واحد بيساوي واحد على مين? على V. يبقى ازا ال V لو ضربت طرفين في وسطين يبقى ال V بتساوي كام واحد. طبعا طريقة صعبة وطويلة. في اسهل من كده. الاسهل من كده ان انا هاعتبر ان انا هبدأ اعوض بالاختيارات اللي قدامي. يعني احنا نختار له كده واحد. لو الف. ممكن حضرتك بقى تعمل ايه? هتقول لي ان التركيز بيساوي عدد ملات على حجم المحلول باللتر. لو عوضنا عن الحجم بواحد. هيبقى عند هنا تلاتة واحد ونص وهنا كام تلاتة. ونعوض عن عدد الملات على انه تركيزات. ازا طلع النتج معي خمسة وسبعين في المية عن قيمة الكيسي. يبقى كده تمام. مطلعش. نبدأ نعمل ايه? نقول له ان احنا عندنا التركيز بيساوي. عدد ملات على حجم المحلول باللتر. عدد ملات تلاتة. ونعوض باتنين. يبقى تلاتة على الاتنين واحد ونص على الاتنين. تلاتة على الاتنين. وبعد كده هسيب له قيمة الكيسي. طلعات قيمة الكيسي بخمسة وسبعين من مية. يبقى هي الاتنين. ما طلعتش. بنشوف اللي بعدها. والحل ده بيكون اسهل بالنسبة لناس كتير. وحضرتك تحل بالطرقة اللي تريح. السؤال اللي بعده. سؤال رقم تلاتة. بيقول لنا في التفاعل التالي. البي سي الفايف. انحل الى بي سي ال سري زائد سي ال تو. وعطلنا قيمة البي بكام بستواش. بقول لدي عند انك ماش حجمه وعاق التفاعل الى النصف. مع المحافظة على درجة الحرارة. خلي بالك مع المحافظة على درجة الحرارة ديت لان دي مفتاح حل سؤال. محافظة على درجة الحرارة عن درجة الحرارة سبت. فان قيمة ثابت الاتزان تصبح مساوية بستاشر برضو. ليه? لان ثابت الاتزان لا يتأثر بتغير الحجم ولا تغير الضغط ولا تغير التركيز طالما ان درجة الحرارة ايه سبت. يبقى درجة الحرارة هي العامل الوحيد الذي يغير من قيمة ثوابت الاتزان. يبقى الكي بي كان في الاول ستاشر يبضل بستاشر. السؤال بعده رقم اربعة بيقول لي اعتمادا على التفاعل المتزن التالي. جاب لتفاعل متزن اللي هو تفاعل الاتحاد النيتروجين مع الهيدروجين لتكوين النشادر. تم اضافة غاز خامل. الغاز الخامل مش هيتفاعل. ولكنه سيزيد الضغط القلي في وسط التفاعل لان الغاز ده ليه حجمه. طالما ليه حجمه هيأثر في الضغط. يبقى حضرتك دلوقتي بتعمل ايه? بتزود الحجم او بتزود الغاز اللي موجود عندي. فانت كده هتزود ضغط بتزود غازاتي. انت هتزود الضغط الكل للغازات الموجودة. ولكن لا يؤثر في قيمة الكي بي. لن يؤثر في الاتزان لانه مش هيشترك في التفاعلات. فبيقول لينا تزداد قيمة الكي بي. احنا لسه قلين في السؤال رقم 3 قيمة الكي بي لا تتغير الا بتغير درجة الحرارة. وبالتالي الكي بي سبت. سيقل لمعدل تكوين غاز النشادر. احنا قلنا الغاز الخامل مش هتفاعل. يبقى الاتزان سيظل قائم. بعد كده لان يتأثر اتزان التفاعل ويزداد الضغط الكل هي ديات الاجابة الصحيحة. بعد كده في دال بيقول لي تقل قيمة الكي بي. احنا قلنا ان قيمة الكي بي تظل مقدار ايه سابت. سؤال رقم 5. بيقول محلول من حمضة هيدروكلوريك اتش سي ال لتركيزه نص مولر. فان قيمة البي اتش للمحلول. لازم الاول اجيب له تركيز ايه لهيدرونيوم. احنا عندنا حمض لهيدروكلوريك. حمض لهيدروكلوريك حمض قوي اتش سي ال. ماله يعني تم التأيين. بيتأيين الى اتش موجب زائد سي ال سالب. او ايون هيدرونيوم و سي ال. يعني حضرتك ممكن تكتب المعادلة بالشكل ده كده اتش ايضا اتش تو او. لما اقع ي講لى 1 اتش ري او موجب زائد سيل ال سالب. يمكن التعبير عن تعاين اتش سالب باين من المعادلتين. وبالتالي هيبقى تركيز الهايدرونيوم هو نفسه تركيز الحمض. يبقى الاتش سري او موجب. او الاتش موجب بيساوي السى ايه. اللي هو بيساوي نص مولار. طالما اجيبت له تركيز الهايدرونيوم اجيب الياب حياتش. البي اتش بيساوي. البي اتش بيساوي سالب لغريتن تركيز ايون الهايدرونيو يبقى ساوي سالب لوج خمسة من عشر سالب لغريتن خمسة من عشر على الالة الحزبة هيساوي تلاتة من عشر اللي هو الاختيار باء سؤال رقم ستة بولي اذا كانت درجة تفكك حمض ضعيف احد البروتون اللي هو احد الهايدروجين تساوي تلاتة وتلاتين في المية يعني تلاتة وتلاتين من مية في محلول تركيزه خمسة من مية مولر احسب ثابت اتزان الحمض اللي هو الكي ايه علما بان الكي ايه اعطلنا المعادلة بتاعتها وقالك ان الواحد ناس الف لا تساوي واحد فهنا حضرتك لازم تروح لقانون ستيفلد اللي هو اصلا جاي منه المعادلة دي وتشوف الكي ايه كان بيساوي ايه طبعا احنا عندنا الكي ايه راجل قلب يساوي تركيز الايه مضروب في تركيز الاتش اتش موجب والايه سالب مقسوم على تركيز الحمض اللي هو اي اتش ده كده تركيز نواتج على تركيز متفاعلات تمام كده طيب هتعمل ايه هتقول لي اذا الكي ايه بيساوي التركيز بيساوي عدد مولات عدد مولات على حجم المحلول باللتر بالتركيز بيساوي عدد المولات على حجم المحلول بالليه باللتر طيب احنا عندنا هنا كده عدد المولات بتاعنا هنقسم هنا على مين على في وهنقسم هنا على في ايه دي يد دي الحجوم طيب عدد مولات اللي كانت ناتجة من التفاعل بنسميها الفة وديت برضو الفة يبقى الفة على في وهنا الفة على في طيب عدد مولات السي ايه كان واحد ناقسم الفة على في طبعا احنا كده عملنا ايه حولنا التركيزات اللي قدامي الى القانون ستيفد اللي احنا كنا شغالين عليه باعتبار ان عدد المولات بتاعنا كان واحد ها نرجع للمسألة وان بقول لي ايه اذا كانت درجة التفاكك وقال لي ان لا تساوي واحد ناس الفة لا تساوي واحد بقى احنا اعتبرنا هنا ان الحجم بتاعنا او اعتبرنا ان عدد مولات الحمض الاولانية كانت واحد واللي تفاكك منه الفة ده كده في استنتاج قانون ستيفد تمام اوه هنقتصر به مع في اللي فوق تمام كده تعال بقى نعوض عندي هنا قيمة الكي ايه مطلوبة تمام عندي هنا الفة في الفة تبقى الفة تربيح على مين على فيه مقسومة عليه واحد ناس الفة تمام كده طيب عوض يلا وشوف الناتج انت عندك الفة بتساوي كم تلاتة وتلاتين من مي تربيح مقسومة على ايه مقسومة على فيه وي عندي تحت واحد ناقص تلاتة وتلاتين من مي الفي مش موجود ما انا هقولك هنعمل ايه هنعتبر ان احنا قولنا عدد المولات بتاعنا في الاول كان كام واحد والفي اللي هو مين الحجم واحد على في واحد على في يعني كأنه عدد مولات على حجم عدد مولات على حجم بقى ايه تركيز التركيز بتاعنا موجود ولا مش موجود موجود احنا كنا بنقول الالفة تربيح على في هي نفسها الالفة تربية في السي ايه تمام يبقى انت هنا هتقول دي تلاتة وتلاتين من مية تربيح تلاتة وتلاتين من مية تلاتة وتلاتين من مية طبعا الفي مش متربعة الفي مش متربعة يا شباب لان احنا عندنا في واحدة هنا الفة في الفة تبقى الفة تربيح على مين على في الـ V مش متربع. يبقى 33 من 100 تربيع. في الـ C A. احنا قلنا نشيل 1 على V نحط مين. C A. C L هو تركيز الحمض 5 من 100. مقسوم على 1 ناقص 33 من 100. هتلاقي الناتج. قيمته بتساوي تمانية و 12 من 100 في 10 أس سالب 3. تمانية و 12 من 100 في 10 أس سالب 3. اللي هو الاختيار ألف. الاختيار بتاعنا في هذا السؤال هيكون الاختيار إيه؟ ألف. إيه اللي بعده؟ سؤال رقم سبع. بولي من الجاد واللقاتي. تعطينا تركيز أنيون و تركيز كاتيون. و طالب الـ KSB. طبعا المركب بتاعنا اللي هو كربونات للسترانشون. اكتب كده المركب بتاعك. هذا السترانشون. دي الكربونات. اعمل تأيون. هيعطينا SR مجاب 2. CO3 سالب 2. تلك التركيز ده. وتركيز ده طبعا التركيزات متساوية. 2 و 4 من 10 في 10 أس سالب 5. 2 و 4 من 10 في 10 أس سالب 5. 2 و 4 من 10 في 10 أس سالب 5. دي كده تركيز ده طبعا التركيزات. الـ KSB. القانون بتاعه بيساوى حاصل ضرب تركيزات الايونات. يبقى الاسترانشون مجاب 2. مضروب في الكروم في الكربونات سالب 2. طبعا ما فيش أسس مرفوعة. اللي هو واحد يعني في كلتا الحالتين لان انا 1 مول وانا 1 مول. هنعوض 2 و 4 من 10 في 10 أس سالب 5. مضروبه فيه 2 و 4 من 10 في 10 أس سالب 5. الناتجة هيكون بيساوي خمسة وستة وسبان من 100 في 10 أس سالب 10. اللي هو الاختيار دي. طبعا احنا نستبعد الاولان والتاني. ليه نستبعد الاولان والتاني؟ هنستبعد الاولان والتاني لان هما نفسهم يعني احنا هنا في 10 أس سالب 5. طبعا 10 أس سالب 5 متربعة. هيبقى 10 أس سالب 10. وبعد كده 2 و 4 من 10 في 2 و 4 من 10 هيطولنا 5 وستة وسبعين من 100. يبقى الاختيار بتاعنا هيكون مين داي. سؤال رقم 8. يقول الشكل المقابل بيوضح قيم البي اتش لبعض المواد اي الاختيارات الاتية صحيح. انت حضرتك بتبص على قيمة البي اتش هتلاقي هنا في 7. اللي تحت السبعة حمض واللي فوق السبعة قاعدة. طيب اللي فوق السبعة ده بيبقى قاعدة وكل ما زادت قيمة البي اتش كل ما زادت قوة القاعدة يبقى انا عندي الاي دي قاعدة قوية لان البي اتش بتاعتها كبير. طيب مين في دول قواعد قوية في الاختيارات؟ احنا لازم نقلل العدد البدائل واحنا بنختار. انا عندي الاولان هنا في الاي. واحنا قولنا هيبقى قاعدة فاحنا نستبعد الف لان فها حمض. وكمان نستبعد جيم. عشان تقاعدة ايه؟ ضعيفة. انا قلت القاعدة بتاعت قاعدة قوية يبقى انا اختار له هيدروكسيد صوديوم ياما بي ياما دا. طيب بعد كده عندي الاختيار باق هيبقى حمض. هيبقى ايه؟ حمض. طيب الحمض موجود في دلوقتي؟ الحمض موجود في باق يبقى انا اختار له باق. يبقى الاختيار بتاعنا هيكون باق. طيب اتأكد بقى ان الحل بتاعك صح. عندك السي هتبقى قاعدة ضعيفة اللي هي هيدروكسيد الامونيوم. عندك الدي هيبقى حمض. ولكن قيمة البي اتش بتاعته. قليلة. يعني التركيز بتاعنا بيكون ايه؟ اعلى شوية. فهيبقى نفس الحمض اللي احنا اخترناه اللي هو مين؟ اتش اس ال. هنا التركيز اعلى. لانه خمسة من عشرة اكبر من واحد من عشرة. وكل ما زاد تركيز ايون الهايدرونيوم كل ما قلت قيمة البي اتش. السبب في نقص البي اتش وزيادة تركيز ايون الهايدرونيوم. او زيادة تركيز الحمض. يبقى الاختيار الصحيح هيكون باب. السؤال رقم تسعة. دخلنا بقى كده في اسئلة الباب الرابع. بقول لتتم التفاعلات التالية عن درجة الخمسة وعشرين والتي تعبر عن الجهود القياسية لفلزين. جاب لفلز الخارسين اكتسب الالكترونات. ويعطلنا الاي. يبقى ده جهد اختزال. يبقى الاي ده جهد اختزال. والتاني جهد اختزال. وبناء عليه فان قيمة الاي ام اف الخلال جلبانية. انا عند قانون بيقول ان الاي ام اف بتساوي فرق جهداء لاختزال. يبقى الاي ام اف بتساوي فرق جهداء لاختزال. طبعا انت عندك اكتر من قانون الاي ام اف. يا فرق جهداء لاختزال. يا فرق جهداء لاختزال. يا فرق جهداء لاختزال. يا مجموع جهداء لاختزال. فرق جهداء لاختزال يبقى الكبير ناقص الصغير. جهد اختزال كبير ناقص جهد اختزال صغير. طيب مين جهد اختزاله كبير? يبقى الكاسود. يبقى جهد اختزال الكاسود. ناقص جهد اختزال الأنود. طيب اللي جهد اختزاله اكبر يبقى كاسود. والجهد اختزاله اقل يبقى أنود. يبقى نعوض بناء على كده. ارجع ليه المعطيات بتاعتك انت عندك هنا فيه جهدين اختزال. جهد الاختزال الأكبر فيهما يكون 76 من 100 بالسالب لأن سالب 2.37 أقل يبقى 76 من 100 بالسالب سالب سالب 2.37 سالب سالب يبقى موجب الناتج بتاعنا هيبقى إشارته موجبة لأن الامف هتكون بالموجب والتفاعل بتاعنا تفاعل تلقاء يبقى الإشارة بتاعتنا تكون بالموجب 1.66 موجب 1.66 أو موجب 1.61 حساب أولئة الحزب تطلع معك موجب 1.61 اللي هي هتكون ألف السؤال اللي بعده رقم 10 لترسيد 130 جرام من الخرسين هو أعطلنا هنا كده الخرسين بخمسة وستين الكتلة المولية بتاعته أنت عارف أن الخرسين تكافؤه سنائي لترسيب 130 جرام من الخرسين بالتحليل الكهرابي لمسهور كولوريت خرسيني يلزم كمية من الكهربية تساوي أنا عندي معلومة بتقول أن الواحد في رضاي يرصب كتلة مكافأة واحد في رضاي بيرصب كتلة مكافأة يبقى الواحد في رضاي بيرصب كتلة مكافأة من أي مادة فالخرسين الكتلة المكافأة بتاعته بتساوي 65 على كام على الاتنين طيب يبقى X في رضاي هيرصب 130 ضربنا طرفين في وسطين يبقى X بيساوي 1 في 130 65 على الاتنين يعني 32.5 هنقسم هتطلع عند 4 فرض دي طريقة طيب والطريقة التانية عند معلومة بتقول إن عدد الفرضاي اللازم لترسيب مول من أي مادة بيساوي تكافؤها طيب إحنا عندنا تكافؤ الخرسين إيه سناء تكافؤ الخرسين سناء يبقى إحنا نقول 2 فرضاي بيرصب 1 مول عدد الفرضاي اللازم لترسيب 1 مول من أي مادة بيساوي تكافؤها يبقى 2 فرضاي بيرصب 1 مول هذا 2 فرضاي الواحد مول من الخرسين كام 65 يبقى إكس فرضاي بيرصب كام 130 نضرب طرفين فيه وسطي يبقى الإكس بيساوي ثلاثتين في 2 عدد الفال 1 و عدد الفال 2 ، يطلع أيضا 4 فرضه إحنا نترجى 4 فرضه هذا حل التن اللي ايا من التفاعلات الترياب يمثل ايه? اختزال الاختزال هو عملية اكتساب الكترونات طيب فعندنا في العملية الأولينية فاخض الالكترونات والaramdam الامت اكتساب الكترونات التالت اكتساب الكترون من هذه النقص في عدد التأكسد هنا عدد التأكسد كان بمجاب اصبح بصفر السؤال رقم 12 يقول للعامل المختزل. هؤلاء العامل المختزل ده اللي بحصل له عملية اكساده. واقولوا تعال معايا كده نشوف المعادلة بتاعتنا. القلور هنا كان بصفر. اتحول لسالب. يبقى كده حصل له ايه? يبقى كده حصل له اختزال. يبقى هنا غاز القلور عبارة عن عامل مؤكسل. واللي جانبه عامل مختزل. اللي هو ايونات اليود. عايز تتأكد؟ اتأكد. اليود كان بسالب. اتحول لصفر. من سالب لصفر زاد اكساده. يبقى عامل ايه? مختزل. يبقى عيونات اليودايد. السؤال رقم 13. يقول لي فيه النظام الذي امامك. يمكن ملاحظة احد التغيرات التالية. طبعا يا شباب احنا عندنا فيه فرق بين غمس ساق من فلز في محلول ايونات فلز اخر. والخلية الجيلفانية. غمس ساق من فلز في محلول ايونات فلز اخر. اذا كانت ساق الفلز انشط تبيحصل تفاعل اكساده اختزائه. لا ينتج عنه طيار. ليه لا ينتج عنه طيار؟ لانتقال الالكترونات مباشرة من زرات الفلز الانشط. الى ايونات محلول الفلز الاقل لنشاط. وبالتالي مش هينشأ طيار كهرباء. والفلز الانشط بتاكل وايونات الفلز الاقل لنشاطا بتترسل. اما الخلية الجيلفانية بتكون من نصين. نصف اكساده. بيحتوي على قطب الفلز الانشط مغموس في محلول ايونات. ونصف اختزال مغموس في قطب مغموس في محلول من ايونات. وبيربط بينهم كنطرة وبيحصل تفاعل اكساده واختزال. ولكن تفاعل الاكساده والاختزال بينتج عنه طيار لانتقال الالكترونات من نصف خليط الاكساده الى نصف خليط الاختزال عن طريق السلك. وده الفرق لانا عاوزك توصله في الاخر. طيب هنا بيقولي في السؤال رقم 13 مرور طيار طيار كهرابي لحدوث تفاعلات اكساده واختزال طبعا هنا غمس في لز في محلول ايونات في لز اخر. فبالتالي يحصل تفاعل اكساده ولكن لن ينشأ طيار. عدم مرور طيار طيار كهرابي لعدم حدوث تفاعل اكساده واختزال احنا قلنا بيحصل اكساده واختزال. يبقى بقى خطر. مرور طيار كهرابي لكبر جهد اكساده الخرسين طبعا ما بيمرش طيار كهرابي. عدم مرور طيار كهرابي لانتقال الالكترونات مباشرة سؤال رقم 14. عند غمس صفيحة من الخرسين في محلول كابريتات النحاس اللي هي التجربة اللي فوق. ايه اللي بيحصل. بيقول لي اظل عدد الكاتيونات المجابة. كل اللي جاء ده صحي ما عادة ايه. وبقول لي هنا ما عادة. يظل عدد الكاتيونات المجابة ثابت في المحلول. فعلا بيظل عدد الكاتيونات ثابت في المحلول. ازاي? لان حضرتك الخرسين زراته بتتحول لايونات. كل زرة خرسين تتحول لايون وصادها. ايون نحاس بيكتسب الالكترونات ويتحول لزر. يبقى كده عدد الكاتيونات ثابت. ليه? لان النقص في عدد ايونات الخرسين. النقص في عدد ايونات. نقص في عدد ايونات النحاس بيساوي الزيادة في عدد ايونات الخرسين. اللي بيحصل عندنا كالتالي. الخرسين زد ان. بيفقد الكترونات وتحول لزد ان موجة باثنين. زائد اتنين الكترو. فانت هنا عندك عدد كاتيونات الخرسين هيزيد. هنا النحاس ايونات وموجة باثنين بتكتسب لاثنين الكترون وبتتحول الى زرات. فكل كاتيونات الخرسين بيزيد. اصاده كاتيو نحاس بيقل. يبقى عدد الكلي للكاتيونات الموجبة ثابت في المحلوم. تقل كتلة لوحة الخرسين. صح. لان احنا عندنا الخرسين زى ما اقولنا كده زراته بتتحول ليه ايونات. فكتلة الخرسين بتقل. يقل لتركيز كاتيونات النحاس. فعلا تركيز كاتيونات النحاس بيقل. لانه بتحول الى زرات. تكتسب زرة الخرسين اتنين الكترون. اقول له لا ده زرة الخرسين فقدة اتنين الكترون. يبقى الاختيار ده اللي احنا عزيز. سؤال خمستاشر. بيقول عند غمس ساق من فلز الكروم. ده فلز نشط. في محلول كابريتات نحاس اقل نشاطا. طبعا هنا بيقول لي لا يحدث تفاعل. لان احنا قلنا لما بنغمس في لز في محلول ايونات فلز اخر. ساق الفلز الانشط. لازم يبقى ساق في لز انشط. بيحصل تفاعل اكسادة واختزال. وهو قال لي هنا ان الكروم بيكون انشط. فيحصل تفاعل. يبقى هنا كلمة دي اتغلط. يحدث اختزال لساق الكروم. طبعا احنا عندنا ساق الكروم هي الانشط. فبيحصل لها اكسادة. هي بتتاكل اوه بس. بحصل لها اكسادة. يبقى كلمة اختزال في الثانية غلط. يتحول لون المحلول من الازرق. طبعا احنا عارفين ان كاتيونات النحاس السنائي بيبقى لونها ازرق. فكاتيونات النحاس السنائي هتقل. وبالتالي اللون هيبدأ يتحول من ازرق الى اغدر. يبقى اغدر ليه عشان ايونات الكروم السلاسي بيكون لون اخضر. يبقى احنا نختار له من دال. وهنا تفهم ان الكروم في هذه الحالة اكساد من كروم بالصفر الى كروم موجب ثلاثة. يبقى الاختيار دال هو الاختيار الاصح. وطبعا معلومة الالوان ديت موجودة في الباب الاول. سؤال رقم ستاشر. بيقول عند اجراء عمليتي تحليل كهرابي في خليتين تحليليتين منفصلتين كما بالشكل. وتم ترقيم الاقطاب من واحد الى اربعة. وطبعا بتبص في الشكلين بتلاقي عندك هنا مصهور كلوريد السوديوم. لما يبقى عند مصهور كلوريد السوديوم ويحصل له تحليل. مصهور كلوريد السوديوم اللي هو ناسل. لما نعمله تحليل كهرابي هيتأين الى ان اموجب. يتجه ناحية الكاثود عشان يحصل له عملية اختزال. وهيترصب على هيئة سوديوم. و عندك سي ال سالب انيون. هيتجه ناحية الانود. عشان يحصل له عملية اكسادة. يعني يفقد الالكترونات اللي عنده. ويتحول الى جهاز كلور. يبقى انت عندك هنا دلوقتي القطب الموجب ده انود. واحنا قلنا الانود هيروح عنده مين? الكلور. يبقى الانود بيروح عنده كلور. يبقى هنا كلور. والكاسود اللي هو هيروح عنده الكاتيون اللي هو السوديوم فيترصب عنده. اما في الخلية التانية موجود محلول كلوريد السوديوم. محلول كلوريد السوديوم. ففي حالة محلول كلوريد السوديوم هيبقى عندي الوضع مختلف شوية. طبعا احنا دلوقتي عرفنا ان عنده القطب واحد كلور والقطب اتنين سوديوم. قطب واحد كلور جهاز كلور موجود في تلات اختيارات. يبقى انا كده هستبعد دال. يبقى انا دلوقتي بقلل عدد البدائل من الخلية الاولانية. احنا قلنا عندنا القطب واحد عنده كلور. يبقى موجود كلور ده في تلات ايه? تلات اختيارات الاولانين. الف وبه وجيم. وده المستبع. تمام. القطب رقم اتنين متكون عنده زرات سوديوم. متكون عنده زرات ايه? القطب رقم اتنين متكون عنده زرات سوديوم. فاحنا هنستبعد مين دلوقتي? هنستبعد الاولانية. ونشتغل على التانية والتالت. يبقى نشتغل على به وجيم. دلوقتي لو انا عرفت القطب التالت والرابع يبقى احنا نقدر نختار ما بين به وجيم صح تماما. هبين به وجيم الصحي فيه. طيب هنا بقول لي محلول كولوريد سوديوم. انت هنا لازم تبقى فاهم ان انا عندي محلول كولوريد السوديوم. كمسهور بيتحل الى ان ايه موجب و سي ال سال. طبعا السوديوم بيتجه ناحية الكاسود. عاوز يحصل له عملية ايه اختزال. هيوفجأ هناك بالمية. المية عاوز كمان يحصل له ايه اختزال. هتقول له عفوا انا اللي اختزال. يبقى الماء هنا يحصل له عملية ايه اختزال. عند اختزال الماء يتحول الى غز مين الهايدروجين. يبقى اختزال الماء عند الكاسود يعطي غز مين الهايدروجين. والكلور بيكمل في طريقه زي ما هو. هيطلع غزة كلور الناحية. ليه لان جهد اكسادة الكلور اكبر من جهد اكسادة الماء. فيتكون كلور برضو. وبالتالي هيبقى عندنا دلوقتي غاز الهايدروجين هو اللي متكون. عند القطب. احنا قولنا هنا عند القطب رقم تلاتة. القطب رقم تلاتة برضو هيتكون عنده ايه? كلور زي القطب رقم واحد. والقطب رقم اربعة يطلع عنده ايه? هيدروجين. يبقى احنا عندنا دلوقتي الاختيار الصحيح هيكون باء. هيبقى عندنا غاز كلور. عند القطب رقم واحد. و سرات سوديوم عند القطب رقم اتنين. والقطب رقم تلاتة موجود عنده كلور. الواسي اللي تو. والقطب رقم اربعة موجود عنده غاز الهايدروجين. يبقى الاختيار بتاعنا الصحيح هيكون الاختيار باء. السؤال الاخير اللي هو السؤال رقم سبعتاشر. السؤال رقم سبعتاشر بيقول اراد احد الطلاب طلاق مديليا معدني. اي حاجة عاوزت دهنها حضرتك ما تحطيهش عند الانود عشان ما تتكلش. يبقى حضرتك بتستبعد الف وباء. يبقى الحاجة اللي هيتم طلاقها تتحط فين عند الكاسود. تب ليه ما تحطيهش عند الانود لان عند الانود بيحصل اجسادة وتأكل. وانت عاوزت تدهن حاجة. يبقى حضرتك دلوقتي هتختار ما بين جيم ودال. تمام. ومحلول الكتروليتي تستخدم محلول الكتروليت. طيب انت عندك الاولان مش نافع لانه مادة صلبة راسب. وكسيدنا حسيسه براسب. عندك التاني هيبقى محلول بس مش نافع مع الباق لان احنا قلنا المفروض المادة اللي احنا نستخدمها او نطليها هتبقى كاسود. يبقى احنا قلنا جيم كمان مش نافعة. عشان هنا ايه راسب. يبقى نستخدم محلول الكتروليتة مناسب. الكلام ده بقى متوفر في دال. وبكده نبقى خلصنا الامتحان الاول على البابين التالت والرابع. انتظرونا في الحلقات القادمة ان شاء الله. نكمل اسئلة كتاب مندلي في الجزء التاني. بالتوفيق يا شباب فيما قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.